قانون عنصري جديد يقره الكنيسة الإسرائيلي يعرف بقانون القومية يأخذ موقعا من يرتقي إلى فوق دستورية ينص على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي لليهود الذين لهم حق تقرير المصير والقدس الكاملة والموحدة هي عاصمة دولتهم إضافة إلى استجلاب يهود الشتات وتوطينهم الحديث عن قانون قومية هو الحديث عن الاعتراف بجنس واحد وبديانة واحدة وهو الاعتراف باليهود فقط كمواطنين لهذا الكيان الذي هو بالأصل قائم على ملك الغير لم يعترف القانون القومي بحق الفلسطينيين لكنه يسعى إلى فرض هوية دستورية على فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948 كما يطالبهم بالانصياع الكامل للقانون الإسرائيلي برغم عنصريته واعتبارهم أقلية لا حق لهم فيه ولا ضمن وبرغم ما يعانونه بسبب سياسة تمييز المؤلمة للفلسطينيين في مختلف قطاعات الحياة هذا القانون لا شك خطير وخطير جدا على الوجود الفلسطيني في الداخل عام 1948 وفي الضفة الغربية حيث نص القانون الإسرائيلي أن مسموح لكل اليهود في كل العالم الهجرة إلى فلسطين سواء كان إلى الداخل عام 1948 أو إلى الضفة مع توسيع الاستيطان مع سماح لهم بالتوزيع الاستيطان في مناطق الضفة من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا كما يسعى القانون إلى إضفاء صبغة دستورية على كافة القرارات التي تتخذها الدولة من فرض أنظمة استيطان أكثر سهولة وحماية الجرائم التي يرتكبها جنود دولتهم بحق الأبرياء في الضفة والقدس والقطاع ما يطلق ختاما وبمجمل القانون رصاصة الرحمة لحرم العودة وحق اللاجئين موسيقى